جود زعلت لما شفتك بترقص في فلم؟ ها زعلت منك ليه؟ عشان آآ عشان آآ هي فهمتني بعد كده ان انا كنت برقص وحش آآ مش عشان الرأس فحد الزاته آآ وبعد كده بقى عشان الرأس فحد الزاته هي مش عايز ابوها هيعمل كده وانت مش هتعمل كده عشان الاولاد ولا لو العمل اقتضح تعمل؟ عشان الاولاد مش هتعمل؟ مش هتعمل حاجة تضيقه؟ اه انا فيه حاجات كتير اوة عملهاش عشان الاولاد زي ايه؟ آآ اعتذرت السنة دي عن اعلانات آآ ليه علاقة بالاندروير مش عشان الليولاد بس عشان انا كمان يعني بس الاكتر عشان الليولاد خصوصا بعد بعد شرح لي وجهة نظر المخرج والكرياتيف في الاعلان انه مرفوش اي حاجة فلو رفضتوا رفضا باتا مجرد انه حاجة الاندروير وحاجات كده الليك هتظهرت ببوكسر؟ يعني لا خالص اللي قالولي خالص اللي هو عمله ادوارد ومصطفى بسريع بتاع دايس كنت انا المرشح الاول ليه للبتاع ده ورفضت وقال لي لولاش اي حاجة فالدنيا بل بالعكس ده هو هيجي يقول له كده فانت تقول له بارش زي ما شفناه كلنا يعني وكلام ده ورفضت وشركة تانية برضه ورفضت اللي اولاد وبتاع بيتكلمه في البيت ومراتي وكلاد بيتكلمه في البيت طبعا على حاجات خفيفة تخص السياسة بس البلد والوطن وحاجات مش عارف ايه وكده يعني حتى مراتي من كتر ما هي بصراحة وطنية جدا وبتحب بلدها جدا وكلام ده اللي اولاد لما استفزوها ولا ينكشوها على الكلام ده لما اي احد يتكلمه يقولك اهو عشان عايشين في البلد دي والكلام ده بتاع فاتقومت بتحبش الهزار في الموضوع ده بجد هي يعني فاتعرض علي اعلانين يخصوا قطر من قبل موضوع المقاطعة والحاجات ده هي اعلان كان الخطوط جوال قطرية اشتريت فيلم جحيم في الهند فكانوا عاوزيني اطلع والسلوجن ده بتاع انتظروني على الخطوط جوال قطرية فيلم جحيم في الهند بين فوقت وكانت اغراءات مالية دولارز كتير ورطات طبعا الكلام ده من فترة من قبل المقاطعة يعني كان محدش هيلومك لو عملت كده والاعلان التاني كان هروح اعمل حاجة لشركة تتصالت هناك في قطر وبرضو كانت فلوس واعتذرت هو يعني اعلانات مش في التمثيل لكن في التمثيل لو فيه اي مشاهد هتاخدش مشاعر اولادك او حد ديقهم مستحيل مستحيل تتعمل طيب